تجاهلت بعض دول الحقائق واختلقت ونشلت لكاذيب عن شنجان والتيبات وهونغ كونغ وقامت بالافتراع على الصين وكانت هذه التصرفات انتهاك للحق وضمير قد أثارت استياء الشعب الصيني الشديد تتخيل هذه الدول أنها قادرة على تشويه سمعة الصين وزعزعة استقرار الصين ويعاقة عملية تنمية في الصين فإن مخططهم لن ينجح أبدا قال شنشي إنه إذا قامت هذه الدول بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بإخلاص فلا ينبغي لها إثارة الحرب في كل مكان والتي تسببت في تدمير عند كبير من عائلات المدنيين ولا ينبغي لهم إيواء جنود ارتكبوا جرائم حرب وتسببوا في عمليات قتل متكررة للأبرياء ولا ينبغي أن تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وتتمير الحياة السلمية والآمنة للشعوب الدول الأخرى إذا قاموا بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالصدق فيجب عليهم الإصرار على وضع حياة الناس في المقام الأول واتخاذ تدبير فعالة لمنع تفاشي الوباء ومكافعده بدلا من التنسل من مسؤولياتهم وصرح شنشي في النهاية بأن الصين تحص هذه الدول على بذل جهود مخلصة لحل قضايا حقوق الإنسان الخاصة بها والمشاركة في تبادل والتعاون دولي لحقوق الإنسان بطريقة عادلة وموضوعية وبناء ووقف اعتبار قضايا حقوق الإنسان زريعة لتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بما يختم معامراتهم السياسية ترجمة نانسي قنقر